لجان الدفعات كلية الصيدلة وعزمنا أن نحسن سعيا السلام عليكم ويعطيكم العافية معكم زميلكم سامر فلفل وهي المحاضرة الخامسة من شرح مادة البيوكيم واحد حكان في المحاضرات السابقة عن النيو كنيوتايد ميتابوليزم حكان بشكل أساسي عن البيورين سنتيسيس ديغريداشن والسالفج باثوي حكان عن البيريميدينات وديغريداشن سنتيسيس وسالفج باثوي وحكان عن الديان اي وحكان عن الوحدات الأساسية المونومورس لتصنيعه وهي النيو كنيوتايد حكان عن الملتينج بوينت واللي هي مهمة جدا لليوم في محاضرة الديان اي ريبليكيشن نبلش في ديان اي ريبليكيشن ايش يعني ريبليكيشن؟ يعني تضاعف ايش يعني تضاعف؟ انه يكون عندي وين موليكيول اصنع منه يعني واحد صار اثنين الاثنين بدهم يصيروا اربعة وهكذا تضاعف لديان اي تضاعف الديان اي مهم جدا في استمرارية الحياة مهم جدا للانقسام طيب درسنا في المحاضرات السابقة وحكينا انه ديان اي استركتر هو دابل هيليكيل ايش يعني دابل هيليكيل؟ انه بشكل حلزوني ملتف لو لو طيب تذكروا انه هو برايمري ولا سكندري لما يكون دابل هيليكيل راح يكون برايمري سكندري تيرتشري ولا كواتيرنري اكيد راح يكون سكندري سكندري ستركتشور لا ديان اي طيب مين اللي حكى انه ديان اي اصلا دابل هيليكيل؟ كانوا واتسون اند كريك وصرعونا في الف تسعمية وثلاثة وخمسين احدثوا هاي الثورة طلعونا الشكل اللي بنعرفه لا ديان اي هو كالتالي وخلص هل يتوقف عند هذا الحد؟ لا طبعا العلماء دايما بتدور على مشاكل لا تحلها راحوا قالوا انه بما انه الديان اي موليكيول دول كائنات الحية الموليكيول زهاي لازم يسير لها سنتيسيز لازم يسير لها ريبليكيشن وهكذا فاجه على الديان اي انا لما بدي اجي احكي انه والله هاي الطاولة مصنوعة من الخشب هل الخشب هذا اصلي جاي من الشجرة على طول؟ يعني مية بالمية مادي خام ولا انه كان خشب من قبل وانا كسرته وضغطته وعملت منه طاولة فصار يعني موعد تدويره فهم هاي النقطة اللي وقعوا فيها بدهم يعرفوا الديان ايه؟ هل كل مرة انا بكسره وبرجع بصنعه؟ ولا بحتفظ في الجزء منه وبضيف عليه هاي النقطة فاتنبقوا انه لا لازم انا يكون عندي الديان ايه؟ باجي بعمله ريبليكيشن رح اخلي سيمي كونزيرفاتيف سيمي يعني نص وكنزيرفاتيف محافظ يعني نص محافظ شو يعني نص محافظ؟ انه انا بخلي عندي تيمبلت او سنجل ستراند من هذا الديان ايه سنجل ستراند من نفس الديان ايه ولما اجي اصنع انا رح اضيف نيوكلوتايدز بشكل كمبليمنتري بشكل مكمل لهاي السنجل ستراندز بصير عندي تو ستراندز التو ستراندز هذول لو انتبهنا عليهم 50% من الستراند الاصلية 50% انا صنعته وفي الموليكيول الثاني نفس الاشي هل هذا الاشي صح؟ لسه ما اختبرنا صحته واتسون اند كريك بس حطوا النظرية هذا الاشي على اي اساس بدي يكون بدي يكون على اساس انه انا عملت فصل separation بعدين عملت نسخ في هاي الطريقة كان عندي هذا الموليكيول فصلته اول اشي صار عندي ثنين منه صحيح صحيح بعد ما فصلته بعدين بدي اعمل نسخ نسخ بدي يكون مكمل يعني اكمل هاي الستراندز عشان تصير عندي دي انا ايه كامل دابل هايليكال فورم من الدي انا ايه هم لحد الان ما اختبروها هل هي صح؟ مش صح؟ هسا بدنا نشوف اجا عندي عالمين هما ميسلسون اند ستول نفس قصة واتسون اند كريك ميسلسون اند ستول هما عالمين عملوا تجربة عشان يشوفوا حكي واتسون اند كريك صح ولا مش صح دي انا ايه شاغل كل البشرية في هذاك الوقت ولا حد الان ايه اجو على بكتيريا اسمها ايشيريشيا كولاي ايشيريشيا كولاي اسمها مش مطالبين فيه فهم مختصرينه بي اي كولاي طبعا هاي البكتيريا احنا مستمتعين فيها جماعة البيولوجي مشرحينها تقيلين بس وبنعرف انها كثير كثير اشياء فراحوا جابوها اه ونموها انا بجيب البكتيريا بحطها في اقار بنميها نموها في وسط يحتوي على نيتروجين 15 ايش النيتروجين 15 هو ايزوتوب يعني نظير لالنيتروجين 14 نيتروجين 14 هذا الموجود في البريودك تابل اللي هو الجدول الدوري هذا الموجود بشكل نيتشار نيتشارلي بالطبيعة النيتروجين 15 هو ايزوتوب مجرد نظير وبنسمي لها النيتروجين لذجيل جابوا الاشريشا كولاي عطوها في اقار نموها في وسط بس في نيتروجين 15 يعني نيتروجين 15 شو استفدت كل ما بدها تصنع الديان اي تباحها بدها نيتروجين بيسز عشان عشان تكتمل نيوكليو تايز بعدين تعمل كوبيينج صح صح نيتروجين 15 هذا هي مضطرة تستعمله عشان تصنع النيتروجين بيسز وتكمل العملية بعد فترة من الزمان صار الديان اي تباح هاي البكتيريا هو ديان اي هي يحتوي على نيتروجين 15 فقط يعني 100% نيتروجين 15 طيب طيب راحو جابه هاي التجربة اللي صممها هذا الوعاء في الديان اي اللي يحتوي على النيتروجين 15 طبعا النيتروجين 15 بما انه هو هيفي نيتروجين فهو راح يكون اذقل رحنا جبنا الترا سنترفيوج محطوط فيه سيزيوم كلورايد هذا بيشتغل على فصل المواد طبعا احنا بنحكي انه النيتروجين اذقل النيتروجين 15 اذقل من ال 14 اه بقداش اذقل بس بواحد بالمية وهذا الفرق كان كفيل انه اعرف هل العملية هتكون سيمي كونزيرباتيف نص محافظة ولا مش سيمي كونزيرباتيف طيب شافوا الجنريشن صفر اللي هو بعد ما نموه الاشري شاكولاي لاقوا انه مية بالمية تنس في هاي المنطقة الجنريشن الاول صار عندي هايبريد ايش يعني هايبريد انه جزء من ال 14 وجزء من ال 15 هل انا تأكدت انه هيك هو سيمي كونزيرباتيف ولا لا لا لسه ما تأكدت عادوا هاي التجربة لا اربع جنريشنات غير الجنريشن اللي كان عندي بالنهاية لاحظوا انه انا بعد كل جنريشن بصير عندي زيادة من النيتروجين 14 كيف صار زيادة لانه انا خلص انتهت المرحل انتهت المرحل الاولى من التجربة لما انا طلعت عندي الديع ايه اللي فيه نايتروجين 15 وبعدين حطاته فيه الوسط العادي اللي فيه نايتروجين 14 طيب لايش توصلوا انه انا في كل مرة كان عندي اول مرة تمبلت واحد بعدين صار عندي تو تمبلتز التو تمبلتز هذول جزء من التمبلت اللي هو سينجل ستراند جاية من الاصلي وجزء مصنع صحيح بعدين مرة ثالثة بيكون عندي كل واحد بدو ينفصل ايه زي هاك وهذا بدو ينفصل برضو ايه الثاني واللاحظ انه فيه عندي واحد ظهر فيه نايتروجين 14 فقط والثاني كان سيمي كونزيرفاتف وهذا نفس الاشي الخلاصة انه بعد اكثر من جنريشن طال عندي الاحمر اللي هو بس نايتروجين 14 اكثر نسبته وهذا دليل كافي ودليل قاطع انه انا عندي عملية تضاعف الديان ايه بتكون سيمي كونزيرفاتف يعني بحافظ على جزء من الديان ايه والجزء الثاني بكمله وهكذا في كل جنريشن طيب هذا الكونكلوجين اللي توصلوا له ديان ايه ريبليكيشن تاكس بلايس ان سيمي كونزيرفاتف مانر نروح على الطريقة اللي بدها تصير فيها الريبليكيشن بلشه من عند طبعا هاي القلاصة اللي احنا توصلنا لها ديان ايه ريبليكيشن كل اللي سلايدات اللي قابل هي بتدور حوالين نفس الموضوع حوالين نفس التجربة طيب نيجي نقارن بين البروكاريوتز اند اليوكاريوتز ايش يعني بروكاريوت؟ يعني البدائيات النوة يوكاريوت حقيقيات النوة بروكاريوت زي البكتيريا يوكاريوت زي الانسان والحيوان بشكل عام طيب احنا بنعرف انه فيه فروقات ما بينهم البروكاريوت بنسمها بدائيات يعني مش ما عندها رح يكون تطور الديان ايه او تطور الميكانزمات اللي عندها مش زي الانسان اكيد وكان الانسان اكثر شيء جدلا اليوكاريوت رح يكون عندها كثير تطور وتعقيد حتى احنا حكينا عن الديان اي ستراكترز حكينا عندي برايماري سكندري تيرتشري واكواتيرنري حكينا الكواتيرنري is more common in eukaryotes تمام تمام طيب الايكولاي ايكولاي حكينا عنها قبل شوي هي بكتيريا جينوم حكينا من قبل معنا الجينوم الجينوم هو كل الديان اي اللي فيه الكائن هاضي سواء بحكي عن بكتيريا او بحكي عن انسان او غيرهم من الكائنات الحية كداش حجمه 4.6 14 قوة 6 جداش يعني 4.6.000 جداش يعني هذا كل الجينوم طيب هو كثير هيك احنا شايفينه صح صح عفوا مقارنة ب اليوكاريوتس اليوكاريوتس جينوم 3 مليار فاز يعني عدد مهول اه الف مرة تقريبا طيب اه بما انه لكل اشي فيه سرعة فانا لازم يكون عندي سرعة للريبليكيشن صح صح زي ما انا ايلي سرعة في الاكل و ايلي سرعة في الكتابة و ايلي سرعة لازم يكون ايلي سرعة في الريبليكيشن الريبليكيشن rate اللي هي سرعة الريبليكيشن حوالي 1000 بيز بير بير ساكند 1000 بيز بير يعني رقم خلينا نحكي انه عادي بس بير ساكند لا رقم مهول جدا وراح نشوف انه هاي السرعة مش عادية ممكن يصير فيها اخطاء بس سبحان الله من رحمة ربنا انه عملية تضاعف الديان ايه فيها سرعة عالية يداش دقتها برضو عالية طيب نرجع سريعا البكتيريا عندها 4600000 بيز بير يوكاريوتس عندها 3 مليار بيز بير تقريبا سرعة الربليكيشن 1000 بيز بير بير ساكند في عندي اشي هان بما انه الجينوم تبع البروكاريوت طوله 4600000 طب مقارنة باليوكاريوتس عندها 9 مليار فهو كثير عدد ضئيل بهاي اللحظة انا رح اكتشف انه اه لو كان العملية متشابهة في اليوكاريوتس والبروكاريوتس فرح يكون عندي عملية تضاعف الديان ايه في اليوكاريوتس عملية كثير بطيئة اه او ريلاتيفلي هي ابطأ من البروكاريوتس عشان هيك احنا حكينا انه في البكتيريا شو واضحة يوكاريوتس نعتبر انه هذا الجينوم تبعها في عندها اكتر من سايت اف ريبليكيشن هين هين على طول الجينوم تبعها فبهيك بنلاقي انه الاكتر من سايت اف ريبليكيشن تشتغلوا بنفس كفاءة الون سايت اف ريبليكيشن البولي سايتس هذول او يعني ممكن ما تكونش صح الكلمة بس الاكتر من مكان للريبليكيشن اليوكاريوتس كانوا كفيلات بانه يخلوا سرعة التضاعف تقريبا تسام مع البروكاريوتس مع الفارق الهائل في عدد البيز بيرز فالrate في اليوكاريوتس ريبليكيشن is slower but because يوكاريوتس كرموسوم have multiple origin of replication it takes about the same amount of time to replicate the complete genome وهذا الوقت قداش تقريبا 38 دقيقة نحكي عن اشي هان اللي هو unidirectional وبايدirectional buy يعني ثنائي direction اتجاه يعني ثنائي الاتجاهات هاي الصورة بتوضح انه buy directional طب unidirectional uni وحادي unicorn وحادي القرن uni وحادي وdirectional اتجاه وحادي الاتجاهات و fork اكيد بتعرفه معناها معناها شوكة او تفرر خلاني نحكي انه هي تفرر مش شوكة بس عشان لا لقب ذهننا هي شوكة ليش حكيت هاي الاشي سنهسة بالدأس عليها بعد هان زي ما حكينا انه dnareplication في العملية a بيحكيلي عن البروكاريوت عندي one site of او one origin of replication في البروكاريوت ومنها ببلشو عملية الربوكاريوت اما في b يقول لي عن اليوكاريوت واليوكاريوت عندها multiple origin of replication وعشان هيك تقريبا بتاخذ the same amount of time that is needed for replication طيب stages of dna replication stages وات مراحل المراحل تقريبا في اي عملية تصنيع بدها تكون متشابهة قريبة بعض الشي مع شوية اختلافات فبيقول لي اول اشي initiation اللي هي مرحلة الانتهاع elongation مرحلة التطويل وtermination يعني هي مرحلة الانتهاع فيحكيلي عن كل مرحلة بالتفصيل بس انا اذا كان عندي جزي dna بدي اجهزه طبعا احنا بنعرف انه هذا بس secondary structure هي عندي tertiary فهو عبارة عن زي هيك خليل نحكي وفي عندي لفائف وهي super coiling coiling of coil وهو tertiary طبعا انا هيك لما اعمل replication انا لازم اكون اول اشي فاصل هذول strands عن بعض فانا بحتاج انزيمات تحللي الشكل الكواتيراني احنا اللي حسنا نلحظ انه ما راح نمر على 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 leukaryotic replication لانه هو much more complicated وانحنا يا دوب عارفين فيه فانحنا يا دوب راح نحكي عن leukaryotic طيب بكون عندي خليني حكي انه tertiary structure بكون عندي secondary structure هذول انا بحاجة انه افصلهم يعني هاي ازيح السوبر coiling واخليها double helix بس والdouble helix محتاج انه افصلهم واخليهم بالشكل اللي انا بعرفه هذا صح صح برضو الشكل اللي انا بعرفه وهو linear form من ال dna بحتاج انه افصله خليين قديش عملية ال initiation خلينا نحكي بتكلفني بتكلفني جهد فاول اشي بعمله في ال initiation انه لازم ال dna يكون مفصول يكون بشكل زي هيك زي هيك طيب خلينا نحكي انه هاي هي الروابط بناتهم وهذا من هاي المفصول عشان الانزيم يركب طب ليش ما يركبش عليه و على ال هول يعني هاي الانزيم يجي زي هيك ويكون عنده سايتين وخلص العملية بتتم بدون ما اتصل كتير الانزيم اللي عنا هو يشتغل على single strand بس طب straight تبعه single strand مش double strand يعني هو في مكان لا single strand واحد يركب عليها طيب تتذكروا لما حكينا عن الملتنج بوينت الملتنج بوينت هي اني افصل ال double strand عن بعض يكون نص double strand طيب الملتنج لدي ايه ميش لازم يكون نصه لازم بس على الاقل انه هاي الشريط اللي عندي كلياته ويكون عندي على الاقل هاي البؤرة مفتوحة على الاقل ففي الانيشياشن انا بيجي عندي خليني حكي انزيم وهذا الانزيم يشتغل انه يفصلي double helix ل single strand طيب كيف بدو يفصل لها لازم يكون هذا المكان متعرف عليه على الاقل مش اي مكان يجي يبلش منه انا ما بعرف البوليميريز اللي عندي طبعا باي ذا واي البوليميريز هو الانزيم اللي مسؤول عن الريبليكيشن في عملية الديان الريبليكيشن هو المسؤول عن انه يحط اللي نيوكيليتات جديدة طيب الانزيم هذا لازم يكون ينده منطقة متعارف عليها انه لو شاف هاي المنطقة بدو يبلش يذوب فيها يعمل لها melting طبعا هذا الانزيم او هذا البروتين اسمه dna a protein dna a protein ثم يعمل يتعرف لي على منطقة والمنطقة هاي اللي صار لنا ساعة بنحكي عنها لازم تكون adenine thymine rich region ليش تذكروا انه الرابطة بين الادينين والثايمين هي رابطة ثنائية تهي الكسرها رابطة ثنائية رابطة هيدروجينية ثنائية تهي الكسرها مش زي الرابطة ما بين دجوانين وستايتوسين فهي منطقة adenine thymine rich يعمل لها تسخين بسخينها بشكل او باخر طبعا عملية التسخين هي بتوخذ ATV بالحطاقة اكيد فلقى هاي المنطقة بلاش عمل لها melting عمل لها melting صارت single stranded زي هيك طب انا بلاحظ انا بعرف من دبل انه انا اذا سخنت جزيء ال dna رح يصير له melting طب اترك ويرجع لحالة درجة الحرارة الطبيعية رح يرجع يعني انا عملت له denaturation بعدين بعدين تركته رح يصير له renaturation بلمع بعضه في هاي الحالة انا بدي جزيئات تمنع انه جزيء ال dna يرجع يرجع لحالته الطبيعية اللي هي double stranded وفيه بينهم روابط صح صح هسا رح نيجي ونعرف شو هي هاي الموليكيولز اللي بتعمل منع لجزيء dna انه يرجع زي ما كان في حالته الاصلي طيب dna should be unfolded before the beginning of replication هذا الاشي بنعرفه لانه الانزيم اللي بيشتغل عليه هو بيشتغل السبستريت لاله هو single stranded only مش double stranded طيب البروتينز هاي اسمها pre-priming complex pre يعني قبل whenever we see the suffix أو prefix مش عارف ناسي يعني pre هي الكلمة اللي بتكون قبل الكلمة pre قبل ما قبل pre-priming complex يعني هو ما قبل عملية التصنيع complex يعني معقد أو مركب كبير طيب بيكون عندي انزيم اسمه dna a protein هذا الانزيم حكينا هو اللي بيرطبط في المكان وهو متفق عليه consensus region أو sequence متفق عليه هذا المكان فبيجي dna a protein 20 ل 50 منمر منه كل complex فبيعرفوا هذا المكان اللي هو adenine thymine rich region وبيتصلوا عليه وبمساعدة ال-atp بيعملوا على denaturation بيعملوا على melting لهذا dna فهم بيعملوله locally melting طيب بعد ما عملوله locally melting حكينا انه بيصير single strand single strand هذا ممكن يرجع لحالته الاساسية بعد ما انا شلت مصدر الحرارة عنه عادي جدا هذا الاشي احنا بنعرفه ف سو بيصير بيجي عندي بروتينات وننتبه هي proteins not enzymes تمام بروتينات انزيم شو بتعمل هاي البروتين واسمها by the way single strand binding dna protein single strand binding dna protein اختصره ssb protein هيك اسهل احنا بنحب الاختصارات طيب شو بيعمل هاذ بيرتبط على single strands شو مهمته هكذا مهمة من قبل وهي انه بيمنع لي يرجع يضم يرجع يلحم على بعضه هذا dna طيب هاي احد المهام لل ssb protein في كمان مهمة انه انا single strand في عندي nucleases عندي nucleases من اسمها هي بتشتغل على تحطيم single strand يعني انا اذا صار عندي dna molecule عبارة عن single strand رح تيجع عليه وتحطمه فما استفدت لا بعمل replication ولا بعمل اي اشي وبخسر dna اللي عندي اصلا فهاي ssb protein الها وظيفتين الوظيف الاولى to prevent the dna molecule from renaturation بعد ما انا عملت له melting والوظيفة الثانية اللي هي to protect the single dna strand from the action of nucleases وال nucleases هاي بالذات endonucleases تمام تمام وصلنا انه صار عندي شريط dna بهذا الشكل عملت له locally melting ثبتت عليه ssb protein تمام تمام بعد هيك هذا هو مكان ممكن يكون فيه جوانين سايتوسين ادنين ثايمين مش المنطقة اللي انا بتعرف عليها يعني دور dna protein انتهى خلص هو بس اجالع عمل على مكان ادنين ثايمين ريتش وعملي locally melting بعدين بده يجي عندي انزايم اسمه helicas كما انه شكله زي المثلث هو بده يفتح اي اشي تذكر قدامه عشان يقدر يدخل صح صح helicas من اسمه as يعني انزايم وهيلي helicas helix يعني هو بيشتغل كمذوب لا double helix ففعليا هو رح يدخل هنا هذا ال helicas رح يدخل ويعمل لي فصل لا double stranded dna يدخل يدخل في الصورة هاي هاي ال ssb وهي helicas ال helicas طبعا زي ما حكينا هو بده يعمل على فصل double strand dna طب هو هيفصل لانه عنده قدرة ربانية هو هيستعمل ATP نفسه نفس dna protein لكن هذاك كان بس عشان يتعرف هذا بشكل عام هيفصل اي اش قدامه هو هيستعمل ATP كمصدر للطاقة عشان يعمل heating ويفصل melting هاذا الاشي احنا عارفينه طيب هكينا انه الهيليكاز وانزايم بيستعمل ATP عشان يفصل 2 dna strand apart يفصلهم عن بعض beginning at local opening local opening كانت بواسطة dna protein اللي هو كان عبارة عن 20 لخمسين ونمر its action focused on the replication fork اه رجعت لنا كلمة replication fork هكينا الفورك يعني تفرع بداية هو الاسم جاي شوكة فورك شوكة وهان صار اسمه تفرع replication fork هاي بسميها replication fork متركز وان في replication fork هو بيعمل unwinding بيعمل melting خلينا نحكي unwinding بشيل ال double strand عن بعض في اشي بدي احكيه انتو بتلاحظوا بتلاحظوا انو انا عندي the double strand dna هو عبارة عن 3 prime ل5 prime وال strand الثانية هي anti-parallel صح من 5 prime ل3 prime لما انا بدي افصله هيظل بنفس الترتيب هو هيو 3 prime 3 prime ل5 prime صح من 5 prime ل3 prime لنفس sequence اللي احنا كنا ماشيين عليه نيجي بعدها لpriming and replication انا بعد ما عملت الفصل هذا باستخدام اول اشي dna a protein بعدين الهيليكيز انزايم صار عندي مكان اقدر ابني فيه صار عندي مكان انو الانزيم المختص بعملية replication بعملية بناء النيوكيدات وتصفيتها انو ييجي لانو حكينا هو single stranded صح صح اسم هذا الانزيم dna polymerase 3 بما انو عندي 3 فانا عندي 1 وعندي 4 كمان هو مكتشف منه اربعة لحد الان طيب melting فاجه الهيليكيز من هاي النقطة وبلش نفس الاشي البوليميريز يعني هاي خلينا نحكي انو زي degradation تقريبا البوليميريز هو بديو يعمل بناء ما بيقدر ييجي من اي مكان بديو اياه والله ويبلش بناء لا لازم يكون في مكان يقول له بلش من هان يعني زي برايمر برايمر هو المكان اللي بنبتلئ منه بما انو برايمر فانا عندي انزيم لازم يكون اسمه برايميز لبرايميز هذا ايش مسؤوليته انو يعمل لي مكان يعمل لي برايمر عشان انا اجي ابلش منه طيب بما انو عمل لي هذا البرايمر بناء ليا يعني هاي كان عندي هاي ايش داي السلسلة هاي هاي البرانت برانت وانا هنا بدي ابلش ابني بدي ابلش ابني اجي وبدو يبلش لقي انو فيش عنده برايمر لا ما بيشتغل طيب جبت البرايميز وبناء البرايمر اللي انا بدي ايا هنا بييجي ال dna polymerase بيكيف بيحكي على الروح بيوسع بيبلش شغله شغله انو يحط sequence من المكمل المنتري لا sequence اللي في البرانت تملة طيب البراميز هذا اللي انا حكيت عنه ممكن اسميه برايميز او RNA polymerase بما انو اسمه RNA polymerase فهذا ايش يعني يعني انو في النيوكليوتيدات تبعته رايبوز رايبوز شغر صحيح صحيح بما انو في رايبوز فانا بعرف انو في RNA عندي uracil adenine cytosine وجوانine uracil وهذا اللي احنا شايفينه هان هاي في البرامر هاي u uracil طبعا هذا بيستدعي انو احنا بس بعد ما نخلص يعني بعد عدة مراحل انو هذا البرامر احنا بنشيله ما بدنا اياه استكمالا كان بيقول لي requires RNA primer مكان اش هو البرامر البرامر هو تقريبا عشرة من الريبو نيوكليتايز بيجو يتصلوا على بداية المكان اللي انا بدي ابلش من عنده التصنيع اللي بدي ابلش من عنده اربط البوليميريز بثري طيب ال starting point of DNA polymerase is a short segment of DNA هاي short segment of عفوا RNA هي primer من بصناها لbrimers اسم ثاني RNA polymerase طل من تبهين على هاي الكلمات هاي هاي الاشياء كلها تحكين عنها once it has reached the starting point indicated by the primer dna polymerase يعني انا عندي هان صار في dna polymerase عندي rna polymerase طبعا dna polymerase بقدر اختصره بس بي polymerase rna polymerase بختصره ب primase هاي الاشياء مهمة كثير تنتبه عليها لانه ممكن تكون تستعمل inter-child w في الامتحان then adds nucleotides one by one exactly complementary manner ادنين للثاينين والجوانين للسايتوسين مفهوم شاء الله انها تكون مفهوم عودة لاشي اهنا ما رقنا عنه اللي هو الاندونيوكلياز and اكزونيوكلياز الاندونيوكلياز من اسمها اندو يعني اشي داخلي حكينا النيوكلياز بشكل عام وبيعمل على تكسير single strand dna molecule اندو يعني من جوه فاندونيوكلياز ممكن انها تكون تتعرف على منطقة معينة في single strand وتكسرها او انها تكسر بشكل عشوائي والإكزونيوكلياز بنعرف انه إكزو يعني خارجي الإكزونيوكلياز الطف من الاندونيوكلياز الإكزونيوكلياز بتشتغل بس على المنطقة الخارجية اللي هي اما 3 prime او 5 prime ends اما الاندونيوكلياز هي بتعمل على الكليفج في داخل جزيء الديان اللي هو single strand فالاثنين ممكن يكون انهم فوائد ممكن يكون انهم مضار هما بيشتغلوا على الديقريدياشن للديان اي نحكي عن الالونجيشن اند ريبليكيشن اول اشي كان الانيشي كان عبارة بس عن ملتنج و يعني محاولة انه نحافظ على ال single strand في ان اي موليكيول الونجيشن بعد ما بنانا البرايمر بواسطة البرايماز اللي هو البرايمر عبارة عشرة تقريبا عشرة نيوكليوتايتز رايبو نيوكليوتايتز ما ننسى انها رايبو يعني في عندي يوراسيل بدل الثايمين بيجي البوليمراز 3 انزايم مش بس البوليمراز 3 يجي البوليمراز انزايم البوليمراز انزايم انا عارف انه بداية زي هيك صار صح اول اشي انا خليتها single strand صار عندي ريبليكيشن فورك وبنات البرايمر سواء هان او هان بعدين يجي البوليمراز طبعا باللاحظ انه بيرتبط على البرايمر بيعرف انه من هنا لازم يبلش وبيبلش تصنيع بحط اللي نيوكليوتايت في المنتري ما نرتبعتها يعني هان في عندي ثايمين بحط لأدنين وهكذا الاشياء اللي هي كم المنتري احنا احكيان عنها من قبل وبنكررها كمان مرة تمام لقوا العلماء انه انا لما اصنع ال dna complementary strand انه انا في عندي مكان بصنع منه كنت نوصلي في مكان بصنع منه discontin وصلي طبعا في بعض الناس هيلاجوا انه discontin وصلي زي لاج صح فعليا احنا بنسميها لاجين فاللي صار هاي البرائمر هاي البوليميريز ارتبط وبلش يصنع صنع لي جهة كنت نوصلي وجهة ارتبط على البرائمر صنع لي لحد معين ووقف بعدين صنع لي لحد معين ووقف وهكذا فبلاقي انه اللي فوق بسميها leading strand continuous وجهة ثانية discontinuous الcontinuous بسميها leading strand والdiscontinuous اسمها lagging strand طيب اتجاه التصنيع من وين لوين بنلاحظ انه من 5 ل 3 وبالعكس برضو lagging strand من 5 ل 3 صح ولا مش صح صح ولا مش غلط فهذا الاشي اللي بيصير انه البلوميريز اجر طبط عند ال 5 prime 5 اللي هي ال complementary strand اللي انا بدي اصنعها وبيبلش يصنع ومن عند ال replication fork في عندي بولوميريز ثاني يشتغل بيصنع من 5 ل 3 برايم لقوا انه عندي هان discontinuous بتشكل لي اشي اسمه وكذا كذا كذا طبعا على اسم العالم اللي اكتشفها فوكوزاكي fragment فعودة لهاي السلايد بيقولي انه البرامياز complex هو short RNA primer حكينا عنها حوالي 10 ribonucleotides الكلاس من الانزيمات اللي بيعمل لي synthesis للDNA هو polymerase enzymes كان انه فيه انه منهم 1 2 3 4 هذول المكتشفات يعني ال polymerases بيقدروا يصنعوا في الاتجاه 3 ل 5 prime direction وهم يسنتسيز DNA only 5 prime ل 3 prime direction طبعا ما فهمناش نرجع من وين بيصنعوا هاي leading strand هاي parent strand خلينا نسميها اللي بالازرق الparent من 3 ل 5 prime برضو هان الparent من 3 ل 5 prime صح صح واتجاه التصنيع للكمبليمنتري strand من 5 prime ل 3 prime من 5 prime ل 3 prime دائما بس اجع عندي هان بيقول لي انه leading strand من 3 prime ل 5 prime بيقول لي lagging strand من 5 prime ل 3 prime طب مش هذا اللي احنا هس حكنا عكسه طيب هو كان يحكي هان بالنسبة ل replication fork انا بلاقي عندي هان انه replication fork هيها هان عندي 5 prime من 3 prime ل 5 prime خجاه replication fork هان عندي 3 prime برضو لو بدي امشي انه عشان replication fork فانا بمشي من 5 prime ل 3 prime هو كان قصده عن replication fork mainly ورجع عدلها حكا انه ال dna polymerase دائما بيشتغل من 5 prime ل 3 prime طب احنا هيك دخلنا في الحياة هو حيسألني انه polymerase بيشتغل على parent strand ولا على complementary strand ولا بالنسبة لل replication fork يعني فيه اكثر من اتجاه ممكن تتغير الاجابة لا تخافوا في الامتحان راح يكون السؤال واضح طيب تذكروا هذا الاشي اللي حكنا عنه كان عندي 5 prime 3 prime وعندي الثانية anti-parallel complementary لها كانت من 3 prime لها 5 prime كان انه 5 phosphate و3 hydroxyl اللي بيهمني انه 5 phosphate طب اتجاه التصنيع من وين لوين لاحظته كان عندي من 3 prime ل 5 prime صح صح 3 prime ايش عليها OH group 5 prime اللي بدي اجي اركبه هو بما انه OH بدي اركب عليها phosphate صيغة اللي بتهتي try phosphate ايش try phosphate تذكروا لما حكينا عن التفاعل اللي بيصير فيه esterification بيصير عندي removal ل 2 phosphate releasing ل pyrophosphate يعني الاشي اللي بديو يشتغل عليه البوليمراز انزايم انه يعمل removal ل 2 pyrophosphate ويلزق لي الفوسفات بالOH برابطة كساهمية اسمها phosphodiester linkage نشوف آلية عمل هذا الانزيم في الكتاب طيب هاي عندي هان template strand اللي هي هاي وحدة اكيد هاي هي template strand واش الدليل انه عندي هاي 3 prime اللي كان عليها واش طيب هاي هاي البوليمراز dna polymerاز اللي عمله انه مسك dioكسي nucleotide try phosphate مسك مسكها عندي هان ماغنيسيوم وهان ماغنيسيوم ايش عملوا الماغنيسيوم هذول انه ثبتوا الفوسفات انا بدي اعمل اشي معين في الفوسفات ماغنيسيوم هاي ثبتت فوسفات اللي هما البيروفوسفات اللي رح يسير لهم release ومسكة فوسفات هاي الفوسفات هي اللي رح يسير لها covalent modification او covalent linkage ل الOH فاي الناتج طرع عندي release للبيروفوسفات واتحاد ل 2 ما بعض هاي الاليين اللي بيشتغل فيها البوليمراز خلينا نحكي مرة ثانية عن leading strand والlagging strand فكان leading strand بتكون continuous طب الlagging strand بتكون discontinuous بما انه leading strand continuous فهي رح تكون اسرع من discontinuous اللي هي lagging احنا بالبيت عنا لما يكون عنا النت سريع نحكي انه والله اوكي لما يعلق شوي نحكي فيه lag موضوع فيه lag يعني النت بطيء leading strand اسرع in comparing with lagging strand والlagging strand حكي انا هي بتشكل اشي بنسميه اوكوزاكي fragment على اسم العالم اللي اكتشف هاي الوكوزاكي fragments بنشوف انه يبني شوي بعدين بوقف يبني شوي بعدين بوقف بارة عن قطعة وكل قطعة بدها برايمر كل قطعة بدها برايمر لا شك في هذا الاشي طيب بعدين هذا الشكل في كل اشي هنرجع له كمان شوي replication of lagging strand يتغلبنا شوي لانه اسم lagging slow اصلا اللي بصير انه ببني برايمر برايمر بصنع لبوليمر 3 3 مهم بعدين بيكون عندي برايمر بصنع لي البوليمر عفوا برضو 3 بيكون عندي برايمر برضو 3 كمان مرة تمام تمام بعدين انا لوان بدي اوصل صار عندي كثير برايمر هذو الجزي جزي dna هل بقدر اخلي اللي هو عبارة rna لا بيجي عندي انزيم اسمه dna polymerase طب وين الاختلاف ما هسه كنا بنتعامل مع polymerase اه هنا الاختلاف اللي بدي اياكم نتركز عليه كنا نتعامل مع polymerase 3 ل3 هذا بس هو بيقوم انه في عندي برايمر يشتغل على البرائمر اللي بدي اتعامل معه جديد هو 1 1 يشتغل انه شي للبرائمر ويكمل مكانه اللي برايمر ويكمل مكانه هاي الاشياء مكررة انه السنتز بكون من 5' ل 3' للريبليكيشن فورك طيب هذا برضو الاشي حكينا عنه انه اول اشي بيسير لها unfolded بواسطة الهليكيز بواسطة الهليكيز انزيم بيسير لها unfolded تيجي ال RNA برايمر بواسطة ال RNA بوليميريز بصلي برايمر يضيف لياها للليدينج ستراند اول واحدة واللاجينج ستراند بتكون متعددة احط لي اياها بعدها بشوي بعدها بشوي طبعا كل اوكيزاكي فراجمنت طولها حوالي 100 نيوكيلي تايد هي مش صغيرة بس عشانها قطعة سيجمنت سسميها اوكيزاكي فراجمنت طيب البوليميريز 3 هو اللي بيشتغل اول اشي انه يبني لي على البرايمر هاي خلينا نغير لون البرايمر هاي برايمر وهذا بواسطة بوليميريز 3 هاي برايمر هذا بواسطة 3 وهذا برايمر وبرضو بواسطة 3 يعني افو طيب 3 هو بيضيف لي ديوكسي رايبونيكلي تايد 2 OH اللي هي 3 برايم يعني 3 برايم وبيضيف لي النيوكلي يتعد عليها until it reaches another برايم reaches another برايم بعدين بينجيمه ونحطه على البرائمر الثاني وهكذا يصنعلي many اوكوزاكي فرايجمين الجاب خلينا نشوف حسنا ما عندي جاب يعني بعد ما صنعت هاي اوكوزاكي فرايجمين اوكوزاكي فرايجمين اوكوزاكي فرايجمين هاي الجاب كلياتها يعني مش هتخليلي الديان اي صح ان لازم اشيلها هيجي بوليميراز ون شو بيعمل بشيل البرائمر وبيبني مكانه ديان اي وبيبني مكانه سلسلة مكملة من الديان اي صح او تمام قصدي مش صح وبرضو هاي نفس الاشي بيشيل البرائمر بيبني مكانه سلسلة مكملة من الديان اي وبيشيل البرائمر وبيبني مكانه سلسلة مكملة من الديان اي كل بيصير عندي اشي بهذا الشكل هذا كلياتهم ديان اي خلص انا اشتغل عندي ديان اي بوليميراز ون وخلاهم كلياتهم ديان اي بس بلاحظ انه في عندي فراغ هل هذا الاشي مظبوط انه يكون عندي فراغ بعد ما عملت الربال لا طبعا طب هذا الفراغ عن ايش ناتج بلزمني احط نيوكلوكتايد ولا ايش باتاتا طب ايش الموضوع الموضوع انه انا عندي نيوكلوكتايد وعندي نيوكلوكتايد وما فيش بناتهم اي مجال طب شو بدي بعمل بناتهم رابطة بس يعني عندي OH من هان وعندي فوسفيت جروب من هان بدي اعمل بناتهم رابطة فبيجيني انزيم الله يرضى عليه اسمه لاي قيز بدنا نتخيله انه بيعمل ما بين هذول الفراغمنتز فبيلحمهم ذلك انه بيعمل الحام بسكرهم هيك انا بصير عندي ال دبل ستراند بدي ايه تو هيك انا بكون تمامة نرجع نعقب اذا في عندنا اي اشي ما حكناها وصلنا اخر اشي انه هو اللي بيعمل بعدين بيحط اللي ديوكسي ريبون نيكلي تايت بشكل كملي منتري للدين ايه واخر اشي اخر اشي يجي عندي اللاي قيز هو اللي بيلزق اللي بيعمل اللي لهذول اللي نيكلي تايت اللي جنب بعض اللي ما في بينهم اي رابطة ليش مش على طول ال و وال يعملوا رابطة وخلص بدون اي انزيم وهي الفلسفة كلياتها الفوسفات هايلي نيكتف وال او اتش برضو هايلي نيكتف كيف بدو يصير عندي اتراكشن بناتهم لا بد ان يصير استريفيكيشن بوند والاستريفيكيشن هي عملية بدها طاقة اللاي جيز بيستعمل طاقة بيستعمل اي تي بي عشان الطاقة عشان يعمل هاي الستريفيكيشن كوند لهون بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا لهذا اليوم بدنا نشوف فيديو انيماشن يلخص لنا ما سبق ببلش عندي الموضوع انه عندي دابل ستراند واحدة ران فرام طايف برايم لثري برايم والثانية انتي برايم لثري بلش الموضوع عندي هان من الهيلي كيز نسي المراحل الاولانية اللي هي بروتين والاس اس بي بروتين بلش ليا من الهيلي كيز ليس يجاز عمل لي فصل لدابل ستراند خلا كل واحدة منهم سينجل ستراند طبعا عمل لي الهيلي كيز اشي بنسمي الريبليكيشن فورك اجا عندي البرايماز البرايماز بعمل البرايمر عشان الديان اي بوليميريز يعرف يشتغل عمل لي البرايمر البرايمر هو عبارة عن عدد من الار اين اين يوكليف عبارة عن عشفة تقريبا اجا بعد اهدي الديان اي بوليميريز ارتبط على البرايمر لانه هذا من تعرف بالنسبة اله في عندي ديان اي بازز طبعا هاي النيوكليو بتكون بصيغة نيوكليو سايد تراي فوسفيت من وين الاتجاه راح من 5' ل 3' هاي سميناها الليدين ستراند اللي هي الكونتينواز ستراند اللي فيها بس 1 برايمر الليدين ستراند برضو هي من 5' ل 3' برايمر تباحها بيكون بيكون فيها اوكوزاكي فراغمين اسمها لاغين فيها اوكوزاكي فراغمين الريبرايميز او الريبرايميز يحط لي الريبرايمير هذا الشكل من وين بلش من النقطة الابعد عن الريبليكتيشن فورك لالنقطة الاقرب الريبرايميز كالعادة اجا يكمل على الريبرايمير يبني الريبرايمير بيحط للبرايمير قاعد هاي العملية بتستمر من النقطة الابعد عن الريبليكتيشن فورك لالنقطة الاقرب هيك احتينا انه الاشتراح من الريبرايم لفايف اجالي اكزونيوكليز هاي النقطة عليها تحفظ لانه في الاسلايدات ما ذكرت انه اكزونيوكليز لا هو في الاسلايدات قال لي DNA بوليميريز ون هو اللي بيشتغل هاي الشغلتين انه يقوم في ازالة البرايمير وبناء سلسلة مكملة هيك انا بكون اعملت ال 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 بنيت سلسلة مكملة بس ضل عندي نقطة اخيرة مكان السهم هان انا عندي فراغ وهان عندي فراغ هان عندي فراغ هاي المكنات كلياتها انا بحتاج انها تنوصل بحتاج انه يصير في عندي استر بوند بناتهم فبيجين الانزيم الاخير اللي هو يعمل لحام يعمل بناتهم فزيك انه لزق لي هيك انا بيكون عندي طلع لتكون تمت عملية بهاك و كيف الالية اللي تمت فيها سيمي كونزير بات هي واي ستراند فرام بابيرانت و اذر ستراند فرام يعني احنا عملناها بنناها بنا بهيك بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا لهذا اليوم ادرسوا شدوا حالكم للامتحان ما ظل كثير لا تنسون من صالح دعائكم ويعطيكم العافية وفقكم الله وبارك مسعاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة